هذا جاي بطل في الميناء اليوم وفي الميناء يبدأ بمجموعة شباب موجودين في الديسكو ومعهم بنت ساكرانا وعايزين ان تحراشوا بها فتأتي واحدة اسمها أنو بتتصل بالشرطة وفعلا بيوصلوا إلى المكان ويقدروا يبوضوا عليهم وتاني يوم بيروحوا للبنت اللي بلغت عنهم وعايزين يخطفوها وبعدها بيركبوها العربية ويكونوا ماشيين لكن جاي بيوقف قدامهم ويحاول يمنعهم وساعتها بيفضل يضرب فيهم ويدافع عن أنو ومحدش منهم بيكون قادر عليه وأول ما بيرجع البيت بيلاقي كاهن موجود قدامه وبيعرف انو امه عايزة تجوزه واحدة هي اللي تختارهله علشان ما يعملش زي اخته جيتا لما رح تتجوزت واحد من وراه وهي معترض عليه ووافت قصادها وما كانتش عايزة تسمع كلامها وفي نفس الوقت جاي بيبارك لأخته لانو بيحبها وعايز ساعدتها ومن ناحية تانية دي بتكون اسمها رينكي وبنشوفها عمالة بترقص وتغني وبنعرف انها جارت جيتا ودايما بتتخانق مع ابنها كبير وبتقول له يا كزم وتاني يوم جاي بيوصل كبيري لمدرسة وبيلاقي معلمة بتطلب منه يساعد طالبة اسمها سومان علشان عندها امتحان وهو بيكون موافق وفعلا بيدخل معاه وبيكتب له فرقة الاجابة وبنكتشف ان سومان عندها اعاق في ايديها وهو كالعادة بيحب يساعد الناس في كل حاجة ولما بييجي الليل بيروح السانمة مع كبيري بنخته وبيقول له جارتنا الجديدة بتفضل تدايق فيها وبتقول لي يا كزم وبعدها بياخد بنت صاحبه علشان يوديها الحمام ولما بيكون واقف بيطلب من رينكي ادخل الطفلة معاها وهما جو البنت بتقول لها انتي لونك زي لوني بنكي ولما بتخرج بتعرف جين رينكي لونها بنكي وهي بتكون مصدومة جدا ومحرجة وبيوصل كبير وبيلاقيها جارت وبيقول لها لو قلتلي يا كزم التاني هقولك يا بنكي وتاني يوم سومان بتكلم اخوها في التليفون لانه هيكتب لها في الامتحان وتأخر عليها لكن بيكون الطريق واقف ومش عايز يتحرك وهي بتصدفة بتشوف كبير وبتخليه كلم جاي وللأسف بيكون واقف نفس الطريق وفي الوقت ده بتعدي كافيتة بنت وزيرة الداخلية بموكب الحراسة بتاعها ومش فارق معها حياة الناس وساعتها سومان بتدخل الامتحان ومش عارفة زي هتكتب وبتحاول تساعد نفسها لكن للاسف ما بتكونش عارفة وفي الاخر الوقت بينتهي وهي محلتش حاجة ولما بيوصل جاي المدرسة بيلاقيها عايزة تنتحر وتموت نفسها وبيعرف انها ترجت كل الناس علشان يساعدوها وينقذوا مستقبلها لكن كلهم رفضوا ولما بيحاول يطلع لها للأسف بيلايه وقعت على الأرض وسائحة في دمها وبيفضل يعيط ومش قادر يصدق انها ماتت بكل سهولة وصعبنا نفسه عليه لانه معرفش انقذها وبعدها اخو سومان بيروح الاسم وبيقدم بلاخف كافيتة وبيحكي لهم اللي حصل والزباط مصدومين لانها بنت وزير الداخلية وفي نفس الوقت يجب يلاقي طفل صغير موجود مع رجل متسول وبيعرف ان هو خطفه وبيقدر يرجعه لأهله وهم بيكونوا فرحانين ويشكروا علشان انقذ ابنهم فبيقول لهم بلاش تشكروني وساعدوا ثلاث اشخاص وقولوا لكل واحد منهم يساعد ثلاثة تانيين وبيفضل يشرح لهم وجهة نظره وكلهم بيكونوا مقتنعين ومتحمسين جداً لفكرته وعايزين ينفذوها وتاني يوم بيروح لأخته البيت لكن ما بتكونش موجودة وجردهم بتاريد عليه استناء عندهم ولما بيدخل المكان بيتفاجئ ان رينك عامل مصك على وشها ومغمية عن ايها وبتتعامل معه لانه كبير لكن بتتصدم اول ما بتعرف ان هو جاي وجيتا بتوصل لهم وعايزة تاخد اخوه وتمشي واول ما بيعرف انه كان ضابط في الجيش رينك بتتاريق وبتقول شكله بيخاف وهرب منه وساعتها بتحس ان جيتا تدايقته بتروح تتأسف لها وهي بتحكي لها ان اخوها كان ضابط في الجيش وفي مجموعة ارهابية كانوا خطفين بعض الرهائن وبتجي لهم اوامر بالانسحاب ولازم ينفذوها لكن جاي بيرفض وبتحمل مكان وبيفضل يموت فيهم وبتخلص منهم كلهم وفي نهاية الامر بينقذ الرهائن والمهمة بتنجح وللأسف بيتردوا من الجيش لعدم تنفيذ الاوامر وساعتها جيتا بتسامح رينكي وهي بتحاول تشكرها فبتقول لها بلاش تشكريني وساعد ثلاث اشخاص وخلي كل واحد منهم يساعد ثلاثة تانيين ولما بيجي الليل صاحبه بيلاقي واحد سكران في الشارع فبيوقف توك توك ويركيبه فيه علشان يروح ولما بيشكره بيقوله نفس الكلام بتاع جاي وبعدها بيذهب لجاي وقوموا تطلب منه ما يزعلش لو الناس مش عارفة تنفس فكراته لانهم مشغولين بحياتهم وهو بقتها بيكون متضايق وبيفكر هيعمل ايه ويروح للناس اللي ساعدهم ويسألهم نفذوا كلامه ولا لسه لكن كل واحد فيهم بيفضل يحكي مشاكله وظروفه ومحدش بينافس فكراته ولما بيكون في الطريق بيشوف طفلة متساولة موجودة قدامه وفي واحد بيضربها ويقعها للأرض وجاي بيتطمن عليها وبيلقاها متعورة فبيمسك الراجل وبيفضل يضربه قدام كل الناس ولما بيرجع البيت بيشوف زعلان لان فكراته محدش بيعملها وعايز يساعد الناس واخته تهون عليه ويقول له هيجي يوم وفكرتك هتنجح وبعد فترة بيروح الملايه هو واسرته وفي واحد بيشوفه كان عمل معه مشكلة قبل كده فبيتصل بواحد اسمه مليك علشان يساعده وانتقم منه ولما بيكونه في المكان بيكرر جاي ياخد كبير علشان يرجعه البيت وقتها الأصابة بتتجمع وبتعرف انه ماشي لكن مليك بيدخل لاخته بيمسكه من هدومها وبيهددها لو دفعت عن نفسها هيقطعه لها زي كده وهي عملها بتحيط وبتكلم اخوها جاي في التليفون وفعلا بيوصل لها وبيشوفها قدامه منهاره وكلهم بيكونوا محاصرين للمكان وساعتها بيفضل يضرب فيهم ومحدش منهم بيكون قادر عليه وبيخلص عليهم واحد واحد ومليك بيكلم مسئول في حزب السياسس مشاركانت وبيحكي له اللي حصل فبيأمره يروح لقرب مقر علشان يسيطر عليه وفعلا بيسمع كلامه وبيطلع يجري وجاي بيكون وراه عايز يمسكه وبعدها بيوصل لمقر الحزب وبيكون مستخبي ورجالته مستنيينه لكن بيدخل المكان وبينتهم منهم وبينادمهم علشان قربوا لأخته وساعتها الزباط بيوصلوا للمقر وبيتم القبض عليه وبعدها بيأخذوه بيرموه في الحجز وأخته بتترجى الزبط يفرج عنه لكن بيرفض لأن المحضر يتعامل وصعب يتلغي أو تشال وساعتها بيوصل شركانته بيكون شايفة قدامه وبيأمر الزباط يفرج عنه وبيقطع المحضر اللي هم عملوه وأول ما جاي بيخرج من المكان بيلاقيه وقف هو ورجالته ووقتها بيفضله ويضربه وهو مش عارف يدافع عن نفسه والزباط الفسدين بيمنعه وقف ان هو يتدخل لكن جاي بيتحول عليهم ويتخلص منهم وكلهم بيكونوا خايفين وبيطلعوا يجروا من قدامه وفي الوقت ده بيسيطر على شركانته وبيهدده لو أقرب منه تاني هيموته وبعدها بيكتشف ان كافيته وشركانته متجاوزين بعض وزير الدخلية بيعرف اللي حصل وبيكون متدايق وبيخلي بنته تعمل رسمة حوالي مكان الكلب وبيقول لهم انا مسافر واول ما هرجع هحل المشكلة وكافيته بتعرف ان اخوها قتل اخو سومان علشان كان عايز يعمل محضر فيها والتاني يوم رينك بتقابل جاي وبتعترف انها بتحبه وهو بيكون متفاجئ وساعتها بيقربوا البعض جدا وبيخرجوا في كل مكان وكل واحد بيحاول يثبت حبه للتاني وبعد فترة جيتها بتكون في السوق وكالعادة امها بتعملها بطريقة وحشة ولما بتمشي بتشوف عربية هتخبطها وما بتلحش تنقذها والدكتور بيقول لهم حصل لها نازيف فولكيريا تم اتلافها ولازم يلاقيه متبرع وفعلا بيعملوا لها العملية وبتنجح واول ما بتفوق بتعرف ان رهانجوس بنتها هو المتبرع لان كليته كانت مناسبة لها وساعتها بتتأسف لها وبتطلب منها السماح وكلهم بيفضلوا يعياته بيكونوا متأثرين جدا بالموقف وبعدها كافيته بتكلم جيتها وتقول لها الحادثة كانت بفعل فاعل وانها بنت وزير الداخلية وده بيخلي جي متضايق وعايز ان تقيم منهم لكن اخته بتمنعه لانها خايف عليه وبتترجى يرجع في كراره ويعتذر لهم علشان ما يحاولوش يقتله حد مننا تاني وفعلا بيسمع كلامها وبيروحوا يتأسفوا للوزير علشان يحلوا المشكلة لكن بيطلب من جي يتحرك لحد ما بيخليه يقف في مكان معين وبيقول له انا كده واقفتك في الدايرة اللي كنا عاملينها للكلب وجوز بنته بيضرب جي بالقلم ويهينه قدام اخته وسنغي بيقول زمان كنت وزير دفاعه علشان منصبي كان في خطر عملت هجمات ارهابية وخطفت رهائن ومثلتني بحب الوطن وتم ترقيتي ومن كم يوم طالبها انتحرت وقتلت اخوها علشان عمل محضر في كافيته وده بيخلي الجي متضايق وعمال بيفكر في صومان وجيتها بتتفاجئ وابتدي لأخوها الاذن بالهجوم وبيفضل يضرب فيهم ومحدش بيكون قادر عليه ويهددوا الوزير لو قرب منهم تاني هيموتوه وبعدها بيسيبوا المكان ويمشوا ومن ناحية تاني الرجل السكرام بيرجع البيت وبيعرف ان صاحب التوك توك مش هيوصله تاني علشان هيبيعه ويدفع الفلوس لتعليم بنته فبيفتح شنطته وبيديله الفلوس اللي هو محتاجها ولما بيشكره بيقوله بلاش وساعد ثلاث اشخاص وخلي كل واحد منهم يساعد ثلاثة تانين وبعدها الوزير بيطرد مليك من الحزب بتاعه ويضربوا بالقلم ويقولوا مش محتاجين قدد وعفاق زيك فبيتداق منه ويضطر يسيب المكان ويمشي وسنغي بيقوم رجالته يموته جاي وعائلته كلها وتاني يوم بيتم خطوبة صاحب جاي وكلهم فرحانين وعملين بيرقوسه ومرة واحدة جيتا بتلاقي ابنها مخطوف قدام عينيها وجاي بيركب الموتسكل بتاعه ويحاول انكزه وفعلا بيدمر في كل عربياتهم ومحدش منهم بيكون عايش وبيخلص عليهم كلهم لحد ما بيلاش اركان تمسك كبير وبيهدده بالموت فبيرمي علي الموتسكل وبيقدر في الوقت داي موته وينكز حياة كبير في اللحظة الأخيرة وبعدها بيعمله مراسم الجنازة ورئيس الوزراء بيكلم سنغ وبيطلب منه يقعد مع جاي ويحل المشكلة علشان الحزب متورد في جرائم كتير وبعدها بيروح يعمل نادو في مدرسة أطفال وللأسف الميكروفون بيكون في الماس كهربائي ولما بيمسكه بيتكهرب وبنت صغيرة هي اللي بتنكس حياته وبيعرف ان ايديها فيها اعاقة ومصنوع من الخشب ولما بيشكرها بتقوله بلاش وساعة ثلاث أشخاص وخلي كل واحد منهم ساعة ثلاثة تانيين وبالله يقوم الطفل اللي كان مخطوفه جاي رجعه كان بتساعد الأطفال وقالت لهم نفس الكلام ورئيس الوزراء بيكون فرحانه وبيوعدها يسمع كلامها وبعدها بيكلم جاي وبيطلب منه يشوفه علشان يقابل وزير الداخلية وفعلا في نهاية الأمر بيوافق ولما بيكونوا مع بعض رئيس الوزراء بيقول لي جاي يسيبهم لوحدهم وبيطلع بره الأوضة وساعة ثلاثة سنغي بيكون متضايق وبيوري جراية بكرة وبيتفاجئ ان صورته قدامه ومكتوب عليها مات وجاي هو اللي قتله وبيمسك السكينة وبيضربوا بيها وبيكون مصاب وبينادي على جاي فبيدخل المكان وبيحاول يدافع رئيس الوزراء وبيتخلص منهم وبيركبوا العربية وبيقدر يهربوا في اللحظة الأخيرة ومحدش مصدق كلامه والقايد بتاعه في الجيش مستغرب من كل حاجة بتحصل وفي نفس الوقت جاي بيخلي صاحبه يعالج رئيس الوزراء وساعتها بيشوف رجالة الوزير وصله للمكان وعايزين يموتوه فبيضرب فيهم واحد واحد ومحدش بيكون قادر عليه وبيعمر صاحبه يروحوا المستشفى علشان انكزوا حياته وفعلا بيقدروا يهربوا بسرعة وبيوصلوا للمستشفى وبيدخل المكان وعايزين يعالجوه وساعة للاعلام بتكلم جيتا وعايزين يعرفه الحقيقة وساعتها بتقول جاي ضحب حياته علشان ينقذ رئيس الوزراء وهو اللي بدأ فكرة كل واحد يساعد ثلاثة محتاجين له وبتكون زعلانة وعمل بتعاية على اخوها وساعتها بنكتشف ان المليك هو ابو الطفلة اللي ايديها من خشب وسمعت الكلام ده من واحدة تانية قبل كده وبعدها الظباط الفسدين بيروحوا المكان وعايزين يموتو جاي لكن قافي بيساعدوا في اللحظة الاخيرة وبيقدروا يموتوهم هما الاثنين وبيخلصوا عليهم وساعتها بيوصل ابن وزير الداخلية وبيكون معارك جالته وبيفضلوا هما الاثنين يضربوا في بعض وكل واحد فيهم عايز يسيطر على الثاني وكافيتة بتنزل من العربية وبيكون معها سكينة واخوها بيمسك الحديدة وعايز يموت جاي لكن بيتفاجئ انه قاتل اخته وبتموت قدام عينيه وهو مش عارف يساعدها وبعدها جاي بيفضل يضرب فيه لحد ما بيقدر في الاخر يموته وبيتخلص منه ولما سنغي بيتصل بابنه جاي بيرده وبيقوله انت لقبت مع الشخص الغلط وبعدها بيلاقي مصاب وساح في دمه وبيجري في الشارع ورجالة سنغي بتكون وراه عايز تمسكه لحد ما بيجيله صاحب التوك توك وبيركبه فيه وعايز ينكس حياته والقايد بتاعه في الجيش بيوصل للمكانه بيدمر العربية بتاعتهم وبيدي له التحية العسكرية وجاي بيحاول يشكره وفي نفس الوقت رئيس الوزراء بيفوق ولما بيخرج للناس بيلاقي جاي داخل المستشفى علشان يتعالج وبيقوله كل وسائل الاعلام الحقيقة ان وزير الدخلية ارهابي وحاول يموتني وجاي هو الانقص حياتي وتاني يوم بيفوق جاي وبيلاقي كل اهله موجودين حواليه ولما بيشوف سواية توك توك بيشكره فبيقوله ما تشكرنيش وساعة 3 اشخاص وخلي كل واحد منهم يساعة 3 تانيين وبيعرف وقتها ان فكرته نكحت وانتشرت في كل مكان وبعدها بيخرج للناس وبيلاقيهم كلهم فرحانين وهو وايف قدامهم وبيرفع ايديه وبيعمل لهم رقم 3 ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك وعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد